جهود كبيرة تفذلها الدولة من أجل تطوير القطاع الزراعي لما يعود بالنفع على الاقتصاد والمزارعين وترجمت الدولة هذه الجهود من خلال تدليل مختلف العقبات أمام المزارعين سواء ضمن مشروعاتها القومية الكبرى أو من خلال إجراءات داعمة من بينها زيادة سعر توريد القمح توجه عدد من الفلاحين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 1500 جنيه ورحب عدد آخر من الفلاحين بمبادرة إزرع وأيضاً بزيادة سعر توريد أردب القمح كما عبروا عن شكرهم للرئيس السيسي أيضاً على مبادرة حياة كريمة نشكرين على مبادرة إزرع وعلى زيادة سعر الجامح وعلى الخير اللي بتعمله للبلد وتحية مصر وتحية مصر وأتوجه عدد من الفلاحين بالشكر للرئيس السيسي على كل الجهود المبزولة لتزليل أي عقبات أمام الفلاحين وخصوصاً تبطين الترع الذي وفر لهم المياه اللازمة لرأي الأراضي بالإضافة إلى زيادة سعر توريد إردب القمح إلى 1500 جنيه نشكر سيادتك يا رئيس على زيادة السعر وتوريد الجامح ونحن طبعاً معك في الحلوة والمر يا رئيس ونشكر حضرتك يا رئيس وتحية مصر هذا خير مصر يا رئيس وهذه الجامحة هو ونشكرك على الزيادة التي تزاو التهني ونشكرك في الأمن والأمان ويحية مصر الفلاحون أكدوا أن الرئيس السيسي يضع ضمن أولوياته دعم الفلاحة وأن سعر إردب القمح للعام الحالي مناسب جداً ووصفوه بالصائب وأنه سيسهم في تحسين دخل المزارعين ويساعد في زيادة كميات القمح التي يتم توريدها إلى الحكومة كما يحفزهم على زيادة مساحة زراعة القمحة